أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الاثنين خمسة عشر تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود في برج الحمل اليوم في منزلة الشرطين الآن هو موجود في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر القمر رح ينكث في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وخمسة ثلاثين دقيقة من بعد عصر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقانى في بعض المتاعب والمشدات الغير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مأثرة طبعا ظل زاويتين الآن المأثرات الزاوية الأولى هي تثليث بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا رح يستمر تأثيرها لغاية 15-11 اللي هو لغاية بكرة وهي هاي الزاوية إيجابية بين الشمس ونبتون بتعزز الخيال الخصب في المجالات الفنية والابتكار وبتزيد من قوة الحدس أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي برضو إلها تأثيرات ولكن تأثيرها رح يستمر لغاية يوم 19-12 هي زاوية منفصلة تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ عادة هاي الزاوية بتخلي الجو العام يكون فيه نوع من أنواع الود وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل هي أول زاوية زاوية تسديث إيجابية وطبعا الزاوية هذول تأثيرهم طول اليوم أول زاوية زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون فيه تمام الساعة 6.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون فيه تمام الساعة 9.5 دقائق صباحا أكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه في هاي الفترة بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة إن أكم من يوم إحنا من ننبه إلها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المشتري طبعا اليوم هي ذروتها رح يكون ذروتها الساعة 57 دقيقة مساءا ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم 2011 هاي بتخلى الأشخاص يميلوا للعيش في مستوى غير مستواهم المالي وبيتساعد على تبذير الأموال بتشجع البعض على القمار والمضاربات والمراهنات وطبعا بتحمل خسارات في هاي الفترة يعني ما فيها أي أشياء إيجابية بتعرض مشاكل البعض لمشاكل مع السلطة والعدالة هذا الاتصال عادة بسبب اللي هي المغالاة وفشل المشاريع لأنه هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه بالنسبة للأعضاء الجسم الأكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها عناية إضافية هي الرأس والأسنان اللسان والعضلات المخططة العضو الذكري للرجل المرارة والشرايين والدم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية لأي شيء غير الإشيء اللي إحنا ذكرناه الأسنان كعلاج عادي ولكن مش عمليات جراحية اليوم هذا مناسب للعمليات التجميل والحقن والجراحة غير مناسبة لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح أيضا للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فهو مناسب جدا ممكن بس أخذ له البندول أو البرستمول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام ممتاز جدا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ستعاش إحداش بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى تمام الساعة ثنتين وسبعت عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من يوم الأربعة سبعت عشر احداش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدى بحد عشر يوم في تمام الساعة اتناعش وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر بيصبح اتناعشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحمل حتى يوم سبعتاش احداش سعيد بنسبة عشرة في المية عطارد في العقرب حتى يوم اربعة وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أن القمر موجود عندكم فثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتقدروا أنك تسيطروا على زمام الأمور وتنجحوا بالدفع بمصالحكم طبعا حان الوقت اليوم لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تكرروا المحاولات للأمور اللي ما كانت ماشي معك بالأيام الماضية وتحقق نتيجة اليوم ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إشي إنك تتحرك وما تنتظر إنه الفرصة تيجي لعندك أنت حاول إنك تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت يعني هاي الفترة بتحمل بداية جديدة برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم السبب إنه القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتهدأ الوتيرة عندك وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات ممكن تشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر اليوم بعض الخلافات أو الالتباسات اليوم طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة ممكن تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة اليوم بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وممكن تسكنك بعض الأحاسيس المتناقضة يعني لحظة مبسوط لحظة متنكد لحظة مزاجك مش رائق لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين ممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحوا بشكل جيد بدك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة إليك بشكل كبير داعمة لأعمالك لأفكارك وممكن تهتم اليوم لبعض الاتصالات والمشورات أهم إشي إنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي عنك برج الأسد بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم بتكون الظروف مناسبة للبحث عن مواضيع جديدة ولأختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر في بعض الأوقات أهم إشي إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك حاول اليوم إنك تناقش بمنطق وعقلانية برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض اليوم بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراهم بدك تتجنب الكلام الجارح وتكون دبلوماسي يد ما بتقدر برج الميزان ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بما أن القمر مقابلك تماما بتكثر عندكم الواجبات وممكن تتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت بدك تحاذر من التراجع الصحي أهم شيء أنه اليوم ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وحاول إنك ما تتصلت وتفرض رأيك على الأحبة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإلكم حاولوا أنك تنظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن اليوم تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة لأن القمر في مراحل المقابلة لإلك فبتكثر عندك الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة بدك تحاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم بيحمل فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك اليوم متنوعة وثقتك بالنفس عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتاز جدا عشان هيك بدك تستغل الحضوظ اللي موجود اليوم على المستوى العاطفي والمالي على مستوى الترفيه على مستوى الهوايات كل المستويات تقريبا ممتاز جدا لا إلك برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة اليوم رح يكون التركيز كله على البيت وعلى العائلة عشان هيك ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وحوار ولين بدون عصبية ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات وتتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات أنت بغنى عنها عشان هيك لازم اليوم تمسك أعصابك فيه ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو تهتم بصحة أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح اليوم بطرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب الفترة جيدة والنشاط عالي رغبتك في إنجاز كثير من الأمور ممتاز سرعة البديهة اليوم ونشاط فكرك ممكن ينقذك من كثير مواقف برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول إنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وإمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة طبعا الضغط كله على الأمور المالية ولكن بيحمل بعض الإنفراجات لبعض موليد برج الحوت ممكن تكون مفاجئة لألهم طبعا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم عشان هيك بحب أشكر كل الأشخاص اللي بيشاركوا المحتوى وبناشطين في التعليقاتهم أو ما بيبخلوا علي باللايك أقل ما فيها يعني فشكرا لكم جميعا والشكر الثاني للأشخاص المنتسبين في القناة والأشخاص الداعمين للقناة من وراء الكواليس شكرا للكم مهما كانت ظروفكم وأوضاعكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر